المجلس الأعلى فإن المجلس يعلن استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار المرض وفقا لما تقرره الجهات الطبية المختصة كما دعا المجلس الجميع إلى تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية بالالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم حفاظا على أنفسهم وأهليهم وذويهم ومواطنيهم وعدم تكرار ما حدث في عيد الفطر المبارك من تجمعات وتصرفات أدت إلى ازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات وأكدا المجلس أن التزام الناس بمسؤولية تامة من أهم الأسباب لتجاوز هذه الجائحة الصحية بسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر